مرحبا لكيلاً هذا البعض عن مدير الخلفية هذه البعض تجعلها من الدكتور زهير ياعقوب في هذه البعض سأقوم بمتاع المساعدات مهمية ومتاع المساعدات مهمية من الاسم أنه أمراض متعلقة بالأطفال أو في مرحلة النمو يكون في بعض الأمراض ومعظامها يكون مصند او جيني تقليد دي سوردر و يصاحب او تعمل مشاكل في نمو الاطفال ما يسمى بالنسبة للأطفال معظم هذه الامراض انهارت ميتابوليك دي سوردر وهي برعة ميتابوليك دي سوردر دي سورد ميتابوليزم يعني دائما بتأثر لي في الميتابوليزم و عندها النورمال ميتابوليزم طبعا بكل المجر مثل البروتين كاربوهايدريات فأي دفكت في الميتابوليزم من هذه المجرد الميتابوليزم لديه مجرد سورد او دي سوردر خاصة اذا كانت عند الاطفال في مرحلة النمو إذا ميتابوليك دي سوردر ميتابوليك دي سوردر ميتابوليك دي سوردر دائما بتكون الاسباب متعلقة لنقص او دفكت في الانظام فبالتالي ما بتحصل العمليات الايضية للثلاثة البروتين والليبت وكاربوهايدريات بصورة صحيحة و بداية ما تقول تكون اكويرت او تكون او تكون انهيريتت ميتابوليزم 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 دسمت Council الولايبو بروتيين ميتابوليزم ميتابوليزم عمليات في الحلول المرائم و العام للغازة يتسافر حقا الميتابوليزم ميتابوليزم خاصة في تراه المificación ocurre نرى التذادي في الكلين المحدد منها مثل جالاكوجين والتخزين في بعض الأورغان وهناك دفاكت في تحويل الجالاكوز لجالاكوجين أو العكس في تحويل الجالاكوجين لكي يرجع الجالاكوز و يكون هناك دفاكت في بعض الأنظام بمنع التحويل ثانيا لدينا مشاكل مثل الجالاكتوز و الفراكتوز وهناك دفاكت في تحويل الجالاكوجين والتخزين طيب نقل إلى الأنمان الأول في الجالاكوجين الصورة الجزيز اللي هي GSD وهي group of disorder جالاكترائي بأيكملات الجالاكوجين في جالاكوجين و الأبنرمال في جالاكوجين والتخزين كيثني إيريسروسايت و ليكوصايت لأنه يتحق بأيكملات الجالاكوجين إذن يحدث مع أبنرمال جالاكوجين الصورة الجالاكوجين تخزين لكن بعد ذلك عندما نيف الاحتياج لا يتحول الجالاكوز نتيجة الدفاكت في الكثير من الجالاكوجين إذن يحدث مع أستخزين الجالاكوجين في هذه الجالاكوجين لكن يكون فاكشنلا و لا نستطيع استخدامه للمرة ثانية جالاكوز كلينيكال فيتشورز ليفر هباتوميكالي ليفر فاليا انلرجمان اف هارت هارت فاليا ريكرانت ليتو ليكوبينيا اللي هي رودكشن اف وايد بلو سيل اللو ابنورمال ليكوصايت فكشن فكشن حقيته بكون فكشنلس يعني ممكن لو انها فكشنة فاقوسايتوزيس ما بتكون فقدت الوظيفة حقيته دي بكون دي هايبوجيلايسيميا اللاكتيكاستيزوزيس او هايبريوريسيميا بكل ليه فيها هايبوجيلايسيميا لانه الجلاكويين مخزن اجلسي ما قادر استفيد منه ويحاول الى جلاكوز فبالتالي لو فيه ستارباشن او الضول احتاج لجلاكوز في عمل البرائكداون الجلاكويين ما بتحول ليه لجلاكوز فبتكون ليه اللاكتيكاست بكميات عالية ويكون عندها هايبريوريسيميا وعادة انكريس في اليوريكاست طيب نشوف حتى الجلاكوز لديه طيب عنواع حسب الانزيم الديفيشنسي فيه ونقسمه لديفران طيب طيب عندنا حاجة يسمى جلاكوين استاريكوزيس طيب 1 ودع اسبابه which have subtype في تاني subtype له ال a وال b وال c يعني طيب 1 ذات ومنقام فيه subtype فيه a و b و c في الجلاكوزيس طيب 1 a دائما يكون في الجلاكوزيس في الجلاكوزيس طيب ب و c اللي هما دائما في جلاكوزيس طيب 1 دائما يكون دائما يكون في الجلاكوز 6-phosphate across the membrane اذا مشاكل كلها عندها علاقة بالجلاكوز 6-phosphate وهو ده normal او ال first metabolism بحصل لكم من الجلاكوز لجلاكوز في الجلاكوز فإما يكون فيه في الجلاكوز 6-phosphate ودائما يكون طيب 1-a وإذا كان فيه مشكلة في الترانسپورت بتاع الجلاكوز 6-phosphate ده عشان يعمل من الجلاكوز من الجلاكوز الايجل بنفس جلاكوز Gelycogene sinusoidal disease type 5 due to deficiency of phosphorylase or phosphorylase which prevent release of glucose from glycogene. In the Gelycogene sinusoidal disease type 6 due to disorder of skeletal muscle to metabolize Gelycogene sinusoidal disease due to impaired in sinusoidal Gelycogene from Gelycogene 1-phosphate clinical features such as hyperglycemia and caesaurus. We have here in the slide, in the slide, with the people who are working on Gelycogene Historic Disease from type 1 to type 9 and we have all the enzyme deficiency and if you have an enzyme for all diseases and tissues, it will be converse defects or abnormal accumulation and if you have any characteristics or characteristics or symptoms. In the second part of the Carbohydrate Disorder is Galactosemia 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 is a sugar that found in many foods. When lactose is broken down into the body, if Gelycogene and Gelycogene are produced. In the case of Galactos, lactose is a sugar that found in many foods. When lactose is broken down into the body, if Gelycogene and Gelycogene are produced. Galactosemia is converted into Gelycogene via a 3-enzyme pathway, not as a layer pathway. All the Gelycogene and Fractose are converted into Gelycogene and Gelycogene. Okay, here we have in the slide, in the diagram. We will put it in Gelycogene and Gelycogene and Metabolism. What is that? Galactosemia means Gelycogene in blood. It is an inherited otosomal recessive enzyme deficiency. resulting in the inability to digest and metabolize Gelycogene. This can lead to serious complications and can result in deaths. Gelycogene and Gelycogene and Gelycogene and Gelycogene and Gelycogene. Type 1, Galactose 1-phosphate uridyl transferase enzyme deficiency. This can lead to a mutation in Gelycogene and Gelycogene and Gelycogene and Gelycogene. Type 2, Galactokinase deficiency deficiency deficiency. If we have a mutation in Galactokinase enzyme in chromosome 17. Type 3, Galactose epimerase enzyme deficiency deficiency. اللي هي UDP جالاكتوز فور إمميراليزيز من الزائب وده يعدي الى طيب ده هنا فيما يخص الجالاكتوز نحن نشوف إنفان with جالاكتوز أو جالاكتوزيمية can develop symptoms in the first few days of life يعني مجرد في أيام معدودة طوال التواصل عليها علمات والsymptoms على الجالاكتوز الميتابوليزيز يكون دائما مهدد للحياة لأن الجالاكتوز يحتمد عليه في الغذة النمو بعد مرات يكون لأنه يكون محتمد في التغذية على اللبن الجنين ذات كنتين لكتوز وقبل قلنا اللاكتوز يحصل على بريكداون لدي الجلاكتوز ذات كنتين لكتوز باكترية باكترية يكون أنه باكترية 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 يكون ضعاف لأنه ما بيحصل لهم أو بيكتسبوا وزن نتيجة للدفاكت في استفادة من الجلاكتوز يالو سكين يعني بكون لديهم جاندس وبكون لديهم إنها الجلاكتوزيمية باكترية مضاعفات باكترية باكترية في الصورة هنا بتوضح لي باكترية في كل السمتوم التي ذكرناها حق الجلاكتوز تصورة تسترية للجلاكتوزيمية كيف نكشف عنها في المختبر حيات الجلاكتوز و جلاكتوز حيات الجلاكتوز نقوم باكترية نقوم باكترية نقوم باكترية طبع الجلاكتوز و اللي هي جلاكتوز وبنضيمنها اليها الجلاكتوز يقول بالبحث المحلول مع جلاكتوز و نضيف لنا خلال يضرب من الورين و نرى تغيير في المحلول في حلق الجلاكتوزيمية أو للتعضل إنزيم نقوم باكترية و نرى إنزيم في الريد سيل او في الار بي سيس بيرينتال دايجنوزيك بي دايريك ميجرينج تاينزايم داكتوس وان فوسفيت يوريدايت رانسفيريس ونقوم نقيس معدل او نشاط الانزايم دااليوريدايت رانسفيريس نيلي الفراكتوس فراكتوس هرداتري فراكتوس انتلرانس ديو تو ديفيشانسي اوف فراكتوس فراكتوس 1-6-di-phosphate aldolase في الريد سيس بيضانس او فراكتوس 1-phosphate الدوليس ديفيشانسي اذا بيكون دفاكت في واحد من الانزايم تحت الفراكتوس الانزايم 1-6-di-phosphate او في الفراكتوس 1-phosphate او في الانزايم ديفيشانسي بيؤدي الى كلينيكال فيترس بيكون في سيكو تلك الفراكتوس 1F gang좋 2S symptomatic or asymptomatic disorder due to a hepatic fructose kinase deficiency. طيب حدي هنا نتوقف في الكاربوهيدرات disorder او النشوف اللي ما شوفنا في الكاربوهيدرات اللي هي الجلائكوين الصوري الجزيز والجلائكتوز والفركتوز دي هنا الدسوردر اللي عنده علاقة بالكاربوهيدرات. طيب ان شاء الله نواصف في المحاضرة الجاية ونشوف الاقتصاد الى غطبة البروتيينز او الامينو اصيد.